طيب نجمع المحاضرات الاركتكتشر المحاضرات بتتكلم عن حاجة اسمها direct mapped cache المفروض ان انا حتى وقتنا هذا عرفت ان الكاش الصائز بتاعه بيكون صغير او النمروف لاينز اللي فيه بيكونوا قليلين بالنسبة النمروف بلوكس اللي موجودة في الميموري فالسؤال انا دلوقتي عندي ميموري او عندي cache size معين بيشيل ما نفرض اربع بلوكس الميموري بتاعتي كبيرة فيها بلوكس كتيرة لو حصل وانا قررت الانستركشن اللي موجودة هنا والبروستيسور يعني قررت الانستركشن اللي هنا واللي هنا واللي هنا وخلاص تمام عايز بقى يبدأ ياخد انستركشن ثانية هيبدأ ياخد ايه بفرض طبعا ان هو كان خد الاربعة اللي في الاول دول عايز يبدأ ياخد من بعد كده انستركشن زياني فدي فكرة المابينج ان انهي بلوك هيتحط في انهي لاين في الكاش which block will be mapped to which line in the cache في طبعا تلات طرق في direct mapping وفي associative mapping وست associative mapping كل واحد فيهم بتتعامل بطريقة مختلفة ولكن direct mapping هو اسهلهم وابسطهم بس هي الفكرة عمتا ان انا عايزة اعرف انهي 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 بلوك هيتحط في انهي line جوال كاش طيب مبدئيا عشان ابدأ انفس حاجة زي كده هحاول اعملها في مثال بسيط ونفرض مسلا مسلا ان انا معايا الميموري ودي الكاش وانا معايا اربعة او الكاش ميموري بتاعي بشيلت اربعة اربعة بلوكس او اربعة لينز تمام الميموري بقى السلس بتاعها كبير ممكن تشيل زيرو وان تو سري ممكن شي كتير اربعة خمسة ستة وهكذا يعني اه فا لو فرضنا ان الكاش بيشيل اربعة بلوك اتا تايم طريقة ال direct mapping بتقولك ايه بتقولك ان انت هتبدأ تحط اربعة ولو الكاش خلاص خلاص ال processing عليه هتفضيه خالص وتبدأ تاخد الاربعة اللي بعده مفيش حاجة اسمها ان انا عايز احط بلوك واحد واسيب القديم موجود لأ هتفضي دول تبدأ تاخد اربعة جداد تمام واللين الواحد بيشيل بلوك واحد يعني لو ده بلوك ده بلوك هتحط هنا هتحط مثلا خلينا في الاندكس زيه زيه هاجي عن البلوك اللي بعده هتحط برضو هنا وكذا بالنسبة للاربع بلوك اللي في الاول اللي هما بيمابوا ال size بتاع البلوك كل واحد هتحط في ال corresponding a index بتاعه طيب خلصت انا بقى processing ومحتاج تكمل بيت الكود او بيت ال instructions اللي موجودة في الميموري تبدأ تفضي الكاش خالص تفضيه وتبدأ تاخد جديد طيب دلوقتي انا عايز اعرف البلوك رقم اربعة هتحط في الاندكس هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ببساطة هتعمل الحاجة دي انت دلوقتي عايز تعرف الانهي بلوك هيتحط في انهي لين جوه الكاش اه اللين بيشيل بلوك بس انا كل شوية هحط بلوك جديد فعايز اعرف انهي بلوك هيتحط دلوقتي في اللاين ده فانت تعمل الاربعة والبلوك الجديد يعني اسمه اربعة هتعمل مود لس بيتاح الكاش اللي هو اربعة هيتديني zero ده معنى ان البلوك رقم اربعة في الميموري هيتحط في الاندكس رقم zero تمام بعد كده هعمل خمسة مود الخمي اللي اربعة خمسة ده اللي هو البلوك ايندكس مود كاش هيتديني واحد ده معنى ان الخمسة هيتسايد في الاندكس رقم واحد وكذا بالنسبة لستة وهكذا بالنسبة ل السبعة هتلاقي ان السبعة موديل الاربعة بيستوي ثلاثة تمام خلصت خالص ابدأ اخش في اللي باعكال هو تبانية تسعة عشرة واكس دي فكرة الدايرت مابنك بسيطة خالص ممكن يعني الميزة اللي فيها ان هي اعتبر سهلة وستريت فورد ما فاش حاجة ولكن العيب بتاعها هو ان انت بتضطر تاخد بلوك كامل من الميموري او سيتف بلوكس كاملين تمليهم في الكاش ويري ان انا ممكن يكون البروجرام بتاعي هو فيه وان الانستركشن بس لفضل فانت ترى تاخد اربعة انستركشن عشان تحطوهم عشان تبدأ تكمل تشتغل تبافرد الاربعة اللي انت خطوهم دول ما المهمش علاقة ممكن يكون كود تاني فهو ده العيب الوحيد ولكن يبقى ان الديريكت مابنك استريت فورد ميسود دي يعتبر دي سيم بلستميسود في المابنك فونكشن طيب وهنا بس في النوتشنز دي بيقولي الاي الاي بتربزنت الكاش لاين او الكاش لاين الجديد اللي انا عايز احط فيه او الكاش او ال line index والجي يعتبر البلوك نمبر اللي موجود في الميموري انا نقلت اربعة او خمسة او ستة والم ال number of lines تمام ال number of lines دي معناها الكاش يعني انا عندي او number of lines اللي عندي يعني عندي كام line في الكاش طيب ده ببساطة معنى ال direct mapping هيجي بقى شوية التفاصيل هتبان في الامثلة طيب طبعا الكلام ده هو نفس الكلام اللي فوق بس خليني ايه اشخوش على مثال مثلا افضل يوضح الدين مبدئيا المثال اللي مكتوب ده هو كان موجود في المحضرة اللي فاتت ان انا ماذا لو انا كان عندي memory size 64 words والblock size بشيلة 4 words فلو عايز احسب ال number of bits سورة لو عايز احسب ال number of blocks اللي موجودين هقسم ال number of words على الممور على ال block size هيديني انا عندي كام block كمام يعني مثلا لو انا عندي اه عرفت ان انا عندي 16 64 words تمام اربعة او خليني اقول 16 لو انا عندي 16 words تمام وكل وكل line او كل block بيشيل اربعة لو زيرو one two three فانا متوقع في الاخر يبقى عندي كام كام line او كام block block two three four جات من اين بقى ان انا شفت ال 16 16 اسمتها على الاربعة ادتنا اربعة تمام فده اسمه وده اسمه ال block size اسمته اداني number of blocks تمام هي ادي نفس الفكرة يجيلك اي رقم بقى ان اربعة وستين مثلا على الاربعة يديني 16 يبقى انا عندي في الاخر 16 ايه 16 block طيب فالممور بتاعتي تقسم المنظر ده zero one two three اه two three وتكمل بقى اربعة خمس ستة وده يبقى موجود في ال block الاولاني وده موجود في block التاني وهكذا لما توصل ال block الاخير اللي هو بياخد اندكس 15 عشان انا بدأت من الزيرو تمام انا عندي 16 block اه بس هيبقى مش واحدين ثلاثة لغتس 16 لا يبقى 0 one لغتس ايه 15 طيب اه 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 ده بالنسبة للميموري باعتبر الميموري هتتتعمل بالمنظر ده معك zero one two three four five six اه six seven لغاية توصل الى اه تلاتة وستين ان انا ستسبت عبعة وستين لقتم الزيرو انتها عن تلاتة وستين وده ال number of blocks قولت 16 فعندي 0 لغاية 15 ده الميموري اوكي طيب اه لو انا عندي بقى اه لو انا عندي اه ال two slides دول ايه او يعني لو انا عايزة اه اه اشوف الميموري ساز بتحتي بما ان انا عندي اه عايزة اقدي ادرس لكل وورد الادرس الورد رقم zero one two three لغاية مسان تلاتة وستين انا عايزة اعرف هاي بقى عندي كم ادرس 1-2-3-4-5-6-6 مفروض يكون عنده 64 فالجنرال الأدرس تبير ربريزنت في بايناري نمبر فهبدأ أشوف الميمولوساز بتاعتي كان 64 الروس الدين دي عبارة عن 2 أس إيه 2 أس 6 خلاص يبقى الأدرس بتاع كل ورد هتبير ربريزنت فيه 6 ورد هتاخد الـ 64 هتعمل لها ربريزنت فيه 63 قصدي هتعمل لها ربريزنت فيه 6 ورد في 6 بيتس هتمسك مثلا الخمستاشر همسك مثلا دي لو هي 3 وحيد مش فاكرة تقريبا 4 وحيد كده بتبدأ تحط صفرين تمام كل ورد هتعمل لها ربريزنت فيه 6 بيت تمام ده ما أبدأ أيا نعم فأنا تلغط وقدنا هذا عرفت الميموري هشيل كام بلوك هشيل كام بلوك وهشيل كام ورد والأدرسيز هتاخد في كام بيت تمام طيب كنا قلنا ان الفيزيكال أدرس بتاعي اللي هو 6 بيت لو انت مسكت الالمنت رقم 31 هتلاقيه مجرد بس ما بوستي كده هتلاقيه ان هو في عند البوك رقم 7 وعند الاندكس جوه البلوك رقم 3 المعلومة دي قدر أعرفها بسرعة من الادرس بتاعي ان انا لو بصيت شفت البلوك سايز بتاعي بيشيل الاربعة اربعة وورد يعني اتنين قس اتنين يعني اشوف ابص على اتنين بيت تمام يعني يعني ابص على بلوك سايز واشوف البلوك سايز ده تبيربريزنت في كام بيت في اتنين بس وهبص على اتنين بيت بس هيدين هنا تلاتة معنى كده نلوحه تلاتين نتصيب في الاندكس رقم لا زيرو وان تو سري تمام طيب بقيت الستة بيعمل الربزنتشن للبلوك اندكس انت انهي بلوك دلوقتي فواحد واحد واحد صفر ده سبعة معناه ان الواحد واحد وتلاتين دي موجودة في البلوك رقم سبعة طيب عايزين بقى انتكلم عن الكاش لو انا عندي الميمور دي والكاش موجود بالمنظر ده بحيث ان انا عندي اربعة لينز وكل الان بيشيل اربعة فهبدأ اسايف البلوك الاولاني والتاني والتالت والرابع وهقف على كده بعد كده اعمل عملية راوند روبين يعني هلف وارجع تاني او ان انا هلف وقرر العملية تاني بحيث ان انا لو كنت خدت في الراوند الاولانية الاندكس من زيرو وان تو سري واسمي مثلا دي الراوند واسمي دي مسلا الراوند زيرو هبدأ ااخد في الراوند اللي بعدها من اربعة خمسة سبعة تمام وبعد كده تمانية تستة عشر احداشر الراوند التانية وبعد كده هياخد من اتناشر لغاية دي الراوند التانية وبعد كده هياخد من اتناشر لغاية خمسة الراوند التالت تمام فعايزة برضو اوضحها اكتر الاطلاب الجاية اللي اتوضح اكتر هيبقى عندي حاجة زي كده أننا لو فرضنا أن 0123 هيتسيبه في الكاش في 0123 لو جدت افرض مثلا 0123 دي أنت عاملها بالألوان أبيض أزرق أحمر شرق أخضر أصفر وحبيت تسيبها في وحبيت تسيبها في الكاش هتسيب الزيرو في الزيرو والوان في الوان والتو في التو والسري في الثري هتيجي بقى تخش في الراوند اللي بعد كده أنه انت خلص خلصت على الكاش دي تبدأ شوف الاربعة والخمسة والستة والسبعة لو فرضنا أنه انت بتبزينت أول أول سيل أو أول يعني البلوك الأولاني في الراوند بأبيض بعد كده أزرق أخضر أصفر هتحط الأبيض برضو زي ما عملت قبل كده أبيض لو مشيت وراء الألوان هتلاقي أنه انت حاطت برضو الأبيض عند الزيرو والأزرق هاتها عند الوان والأخضر حاطتها عند التو والأصفر حاطتها عند السري وهكذا مع كل راوند تمام؟ الموضوع بسيط يعني وستريت فورور دي ما فوش أي حاجة الثمانية هتحطها عند الزيرو والتسعة هتحطها عند الوان والعشر هتحطها عند التو والحداشر أوكي؟ طيب الأدرس بقى بتاع الكيش ببدأ أتعامل معه زي؟ المفروض أن أنا سيفت الميموري سيفتها في ستة بيت فأنا عرفت أن الميموري سايز بيساوي مثلاً أربعة وستين فعرفت من كده أن أنا عندي ستة بيتس عشان أسايف الأدرس طيب الكاش سايز سوري البلوك سايز البلوك سايز بيساوي مثلاً أربعة ورد تمام؟ أربعة ورد دي معناها أن الورد تبير بريزنتد فيه تمام؟ ولو أنا معايا ستة وخدت اتنين الاتنين دول الورد ففضل أربعة تمام؟ طيب أنا دلوقتي عرفة أن الكاش سايز الكاش سايز بيساوي أربعة تمام؟ ده معناه أن أنا هربزنت الكاش لين في اتنين بيت أو النمبر أوف لينز يعني النمبر أوف لينز قصدي نمبر أوف لينز عندي بأربعة نمبر أوف لينز بأربعة يعني الكاش سايز ده بيبقى ببيس يعني لكن نمبر أوف لينز بأربعة فهيسايف في اتنين بيت فهنا هاخد اتنين تانيين هولي الاتنين دول لللاين الاتنين بيت اللي فضلين دول بقى بيربوزنته حاجة اسمها تاج أو أن أنا دلوقتي فقأني راوند برضو ده هيبقى في الاصلاد الجاية بمثال يعني لو أنا مثلا كان عندي حاجة زي كده تمام وكنت خدت بلوك معين وعملت البرزنتيشن لكل وورد فيه بالبايناري أدرس بتاعه أنه هو إيه أنه هو ستة أوكي أنا مبدأي نعرفها أن من 0123 ده يبقى في الراوند 1 ولغاية 7 ده يبقى في الراوند 2 ده الراوند بـ 01 ولغاية 11 ده يبقى الراوند 2 وهكذا ده يبقى 3 لو أنا خدت بلوك جوة الراوند الأول نيجي تمام وعملت البرزنتيشن للـ 12 والـ 13 والـ 14 والـ 15 كإيه كبايناري هيديني حاجة زي كده لو جت بصيت على الـ 6 بتوع الـ 12 وقسمتهم زي ما أنا قلت كده 2-2-2 تمام بناء طبعا على المعلومات اللي وديها لي عرفت من الميموري سايز أنه هو 6 عرفت من البلوك سايز أنه هو 2 عرفت من النمبر وفلاينز أنه هو 2 يبقى الباقي تاج كل حاجة من دول معناه إيه لو أنا مسكت الـ 0 الـ 0 دي معناها أو أول 2 يعني معناها الـ 12 هتنصيف في أول ورد أو في الـ index رقم 0 الـ word رقم 0 في البلوك تمام بعد كده 3 دي معناها أن أنا هتحط فيه الـ line رقم 3 0-1-2-3 لو أنا عندي memory يعني memory بتحت بشدة 4 فأنا هتحط فيه الـ line رقم 3 طيب 0 0 معناها أن أنا في الـ round الأولى أوكي كده طيب لو جيت خدت أي بلوك تاني من هنا والبلوك ده موجود في في الـ round التانية هاخد مثلا الـ 28 خليني أعملها representation في 6 bit أوكي وهاخد وهقسم الأدرس من نفس الطريقة 2-2-2 طبعا 2 دي مش ثابتة ده بثابتة بالنسبة للمثال بتاعنا ده لأننا عرفت memory size A والبلوك size A والnumber of lines A وهكذا لو خدت 2 ده معناه أن 28 هتتسيب في الـ index رقم 0 الـ word رقم 0 جوا الـ block الـ word رقم 0 لأنه ده 0 0-1-2-3 وهكذا ده 0-1-2-3 يعني الـ index رقم 0 يعني فده أكد 28 index رقم 0 1-2-3 لو أنا مسكت بس 28 هلاقيها الـ index رقم 0 فأنا هاجي عند الكاش وأحطها في الـ index رقم 0 أحطها في أنهي cash line أحطها في الـ cash line رقم 3 يبقى كده مثلا عند 0 1-2-3 هاجي هنا في أول سيل خالص وأحط الـ 28 تمام أنهي السيل الأولانية والـ block رقم 3 طيب أنا دلوقتي أعتبر في أنهي راوند أو أن كنت ملت الكاش مرة قبل كده ولا إيه ملت مرة قبل كده 0 0 دي معناه أن الـ round رقم 0 يعني أنا نعتبر دي تاني مرة أدخل على الكاش واملي خلاص كده 0 دي أول مرة الـ 1 تاني مرة الـ 2 دي تلت مرة الـ 3 دي معناه ربع مرة بس أنا بدأت الـ indices بالـ 0 يعني عشان كده الدنيا إيه من شافتها طيب دي فكرة الـ direct map the cache إزاي بأخذ من الميمور وحطها في الكاش وإزاي بأعمل rounding وإزاي بترانسليت الـ address بتاعي أصلا إزاي بجيبه 6 أو إزاي بجيبه يعني number of bits فيه وبعد كده إزاي بقسمه in terms of round line index طيب هو هنا بيقول لك إن انت لو معاك set up blocks كاملين طبعا دي مش الميمور كلها دي جزء منها اللي هو مثلا بيكافي إلصاص بتاع الـ ram بتاع الكاش تبدأت تجيب كل block هتحطه في الـ index وفيش حاجة ولاص البلوك الأولين هتحط هنا وهكذا يعني زي ما أنا كنت عملت كده كان معايا مثلا zero one two three حطته في هنا في الزيرو وهنا في الone وهنا في الثو وهنا في الثري برضو لو انت كن معاك 4 5 6 7 هتيجي برضو في الكاش الكاش موجودة معايا برضو عادة هي اربع حاجات بتحط فيها بالترتيب الـ 4 هتحط في أول حاجة والـ 5 في تاني حاجة والـ 6 في تالت حاجة والـ 7 في رابع حاجة بالزبط يعني كل حاجة أصاد الحاجة الموجودة أصاد في الكاش يعني طب مست مجرد رسم تضيحي بيوضح الفكرة بيفترض بقى ان انت ان انا عندي هنا اربعة هو بيقولك M يعني مش لازم يبقى دايما اربعة يعني لو الكاش بيشيل M بلوكس في اللحظة الواحدة هياخد من 0 M برضو عنده من 0 لـ 1 أوكي طيب الرسم دا بيوضح لك برضو ان انت انا معايا الكاش لاين أو اللاين 0123 لغاية M-1 0123 لغاية M-1 طيب الراوند التاني هيشيل M زق 2 وهكذا مش عارف افهم دي خلص افهمها بمثال احسن زي المثال بتاعنا لما كان معنا ان انا ما بشيل شي غير اربعة اربعة بلوكس أو اربعة لينز في الوقت الواحد فمعايا 0123 واكيد طبعا عندي ميموري تانية فيها حاجات مثلنا عارفا ان الميموري او الكاش بيشيل اربعة طيب خلاص كده طيب فهبدأ طيبا ان هاخد من 0123 3D طبعا ان انا ما فيش حاجة هنا هاخد لغاية الاما الاما دي مين الاما عندي باربعة اللي هي النامبر عندي اما يعني هاخد لغاية 0123 اوكي طيب الراوند التانية هاخد بقى من ايه انا كنت اخد 0133 هاخد بعد كنا اربعة خمسة ستة ويجي عندي سبعة لو خدنا 6 و 7 و النام بالنسبة للا ام هيبقى لا اربعة هيبسه والام والخمسة ام زائد واحد والستة ام زائد اتنين والسبعة دي عبرنا على اتنين ام نقص واحد اللي هي اتنين فاربعة والتمانية نقص واحد بسبعة لو روحت الراوند التالتة هتاخذ تمانية تسعة عشرة حداشر اللي هي هتبقى 2M و 2M زائد 1 و 2M زائد 2 و 3M مقص 1 اللي هو 3 في 4 مقص 1 12 مقص 1 11 وهكذا هتقف لغاية لما توصل ل 2SS-1 و طبعاً إن الS دي هي الsize كله بتاع الميموري تمام؟ طيب بيقول لك هنا إن الميموري الطريقة دي يعتبر جميلة جداً يعتبر سيمبل وإنكسيبنسيف وستريت فورورد وبسيطة وسهل إن أنا أطبقها يعني ولكن إلا ديس أدبانتيج واحدة بس إن قلتها في الأول وهو إن إن انت عندك الكاشة ملا عايز تروح تجيب بس ماذا لو إن انت كنت اللي محتاجه فعلاً ونلي وان كاش أو اتنين كاش ليتروح تاخد تكون محتاج كاش واحد بس أو اتنين ليتروح تاخد تاخد بلوكس من الميموري على قد الكاش ما يمكن أنت مش محتاج كل الحاجات ده عشان تعمل لها كوبي أو مش محتاج تشيل من الميموري كل الحاجات وتحط وتحط elements تانية فدي بتبقى ديس أدبانتيج شوية وبتبقى البرول اللي بنسميها سراشنج طبعاً إنها حلول ولكن إحنا مش يعني بس بنتترك للفكرة يعني أنا عندي ساعات بضطر إن أنا أحط أشيل كل البلوكس وحط بلوكس تانية وإر إن أنا مش مضطر إن أنا أعمل بروسس دي كلها ممكن أبقى عندي كيس أعايز أحط بلوك واحد طيب السمر بتاع كل ده إن أنا عندي الأدرس لينسي واعتبر الاس زي الـ لما أنا جيت قلت إن لو كان عندي اتنين وثلاثين فأنا بقسمها الورد واس أو الاس دي بنسميها البلوك يعني كان عندي اتنين وثلاثين كان الورد مش عارفة كان بتشيل كان بايت تقريباً اتنين فمش عارفة مش فاكرة المثال يبدأ مثلاً حتى يبقى 30 أوكي؟ عندي 30 بيت بيستخدمها عشان يعمل البلوكس للبلوكس وبعد كده جيت رح تمقسمها الـ 30 دي لي مثلاً الاس مش فاكرة كانت ر هي كانت حاجة زياد ر يعني مثلاً دي الاس ودي الار أوكي؟ ودي التاج فالار زياد التاج بيتساوي الاس ويعني 32 دي أو الاس بتاع الميموري بيساوي الاس زياد الدبلو والاس بتساوي الار زياد التي بقى الار زياد التي بيساوي الدبلو يعني مجرد يعني بيشرح اللي احنا لسه قالينه بريوتيشنز داني يعني تمام؟ طبعاً يعني بيقول كلام بس مش هنفهمه أكتر لما ندي مثال يعني لأن مش منطق أنه أنا أدي رولز بس طيب خليني أدي مثال أفرض مثلاً أن أنا معايا الميموري سايز بأربعة جيجا والكاش سايز بواحد جيجا والبلوك سايز بأربعة كيلو هو هنا بيقول لي لو سمحت هاتلي يقول لي في الآخر الفيزيكال أدرس بتتساوي بتتساوي يعني كل الوردة هتبقى تساوي في كام بت النمبروفلينز هتساوي في كام بت أو اللينينديك سايز بقى في كام بت والتاج هتساوي في كام بت طيب يعني طبعاً مبدئياً عشان أقول بت فأنا لازم أحول كل حاجة لبيت فلو أنا عندي الميموري سايز بأربعة جيجا ببدأ أحول الرقم ده في الآخر لبيت وير طبعاً أن أنا عارفة أن الأربعة جيجا الأربعة دي معناها أولاً لتنين في اتنين بعدين الجيجا بايت الجيجا دي معناها تنين وستلاتين لأن أنا أصلاً عارفة أن الجيجا 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 هتحول لميجا تمام؟ وعشان أحول عشان أحول بضرب في اتنين قصة عشرة تمام؟ ميجا ولو أنا معايا الميجا عايز أحولها للجيجا فيبقى لتنين قصة عشرة اتنين قصة عشرة هضربها في اتنين قصة عشرة تانين عشان أحول للكيلو هيبقى كيلو بايت ولو عايزة اوصل لبيت بس من غير كيلو يبقى 2.10 في 2.10 في 2.10 2.10 تانين بس بايد بقى تمام طبعا 2.10 ده هي 1.25 يعني فالكيلو فيه 1.24 بايد والميجا فيه 1.24 كيلو والجيجا فيه 1.24 ميجا لو جماح دي هيدك 2.30 ميجا طبعا لو انت بتتكلم على جيجا واحدة بس لكن انا عندي هنا 4 جيجا فيبقى 2.32 هيدين 2.32 زي 2.32 تمام لو انا عرفت الميجا في الأخير عرفت النمبر فورتس اللي عندي اقدر اجيب النمبر فزيكا الادرست بيتس اللي هو هتطلع على 32 طبعا احنا عملنا حاجة زي كده ممكن المثال الكبير دا مايوضحش قوي بس احنا لما كان معانا 64 وستين وثم معنا 64 وثم معنا مثلا هنقف عندنا 36 وعرفت ازاي ان انا همثل 36 في في 6 قلت اللوج 2 لل 64 هيساوي لوج 2 لل 2 6 لان 24 بال 2 6 هيساوي 6 من ال 64 64 دي الممورو سايز ان ووردس او الممورو سايز ان بايتس اوكي يبعا عندي 64 والبت دي ان انا في الاخر كل وورد اعملها ربانتشان في كام بت هربريزنت الادرس بتاعها في كام بت قص على ذلك اللي انا بقوله ده ان انت معاك هنا الممورو سايز هنا ب 64 وممورو سايز هنا ب 2x32 رقم يعني حولوا للوج 2 ل 2x حاجة هيبقى لوج 2 ل 2x32 هي اصلا 2x32 هيبقى لوج 2 ل 2x32 اوثاني والتراتين اديك اتنا وتلاتين. آآ بت يعني ال 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 ا ا ربزنت كل بت اه او او ال ربزنت كل ورد آآ اه فى ادرس آآ طول واثنين وتلاتين بيت كمام. ده بالنسبة لجزء الميموري او المعلومات اللي انا عرفتها بالميموري استفدت بان انا عرفت انا انا عرفت. الميمورو سايز بالبيت و هيسايب وكان بت. فانا دوقتي قدامي اتنا وثلاثين. اوكي? الفيزيك الادس اصلا هو اثنين وثلاثين بيت. طيب. معايا بعد كده البلوك سايز. البلوك سايز ايه اللي فوق النواب يساوي اربعة كيلو. لو حاولت احاول دي البيت بس الاربعة اتنين قس اتنين. والكيلو اتنين قس عشر هيبقى عندي اثنين قس اتناشر بيت. من خلال البلوك سايز. انا بقدر اعرف البلوك افست بنسميها بلوك افست. اه البلوك افست ده اللي هو انت هتسايف الورد في كام بت. تمام? هتساوي ال اتناشر. اجبت ال اتناشر دي ازاي? لو انا جيت هنا قلت لك ان انا عندي زيرو وان تو سري. يعني بلوك سايز بتاعي بشيل اربعة بشيل اربعة ورد. اربعة ورد. يبقى هو كل واحدة من دول هتسايف في كام بت زيرو وان تو سري. اقصى رقم ممكن يجي لك اسمه سري. تمام? دايما هتلاقي عندك زيرو وان تو سري يعني الاندكس يعني رقم الاندكس بتاع الورد جوه البلوك. هم اربعة اربعة اندسيس بس. ولو بدأنا مزيرو في الماكسما بالو هي تلاتة. فهتلاقي ان انت دي باثنين اللي هو البلوك سايز عندك باربعة. فانا هسايف الحاجة دي في اتنين قس اتنين وااخد اللوك للحاجة دي هيديني اتنين. يبقى البلوك قفسد بيجي من ان انت بتاخد بلوك سايز وتعمله لوك عشان تجيب اللوك اتنين اللي اتنين قس حاجة وتجيب الباوك دي يعني. لو انت معاك اصلا هو اتنين قس اتنين وعملته لوك يبقى انت معاك الاثناشر فاللوك قفسد عندك باثناشر. oftentimes معاك اثنين ما التلاتين قسمها بحيث هاخد اثناشر ليه الورد. طيب. اااااااا. عظيم جدا. ااااا ممكن بقى استفاد من الحاجات دي برضو ان انا ممكن اعرف اجيب النمبر الو بلوكس. لو قلتك ان انا معايا اااا معايا مصلا الميموري بتاعتي عبارة عن اااااا 16 16 وورد. اوكي. انا ع weak. بتاعتي عبارة عن اااااا 16. 16 وورد. اوكي. الميموري بتاعتي كلها عبارة عن 16 ورد قلت لك ان كل بلوك بيشيل 4 ورد 0, 1, 2, 3 يبقى انا في الاخر عندي كم لين اللين ده واللين ده خلانا اقول كاش بلوك يعني عندي كم بلوك لو عرفت الميموري سايز كله وعرفت كل بلوك بيشيل كم ورد تقدر تعرف انت معك كم لين صح؟ فهتروح قاسم ال 16 على 4 لو رح مديك 4 يعني انا عندي 0, 1, 2, 3 عندي اربعة بلوك يعني فالنمبر بلوك بيجي من انت بتقسم الميموري سايز على 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 البلوك سايز يروح مديك النمبر بلوك لو انا عرفت النمبر بلوك هيبقى البلوك نمبر بيستوي 20 ده 20 دي حاجة سعر انت عرفت ان الورد 12 يبقى الباقي 20 عادي يعني معلومة مش مش مفيدة او يعني حاجة معروفة لو انت معاك 32 وعرفت ان الورد بتساير فيه اه اه اتناشر هيبقى الباقي هيبقى اه اه 20 ده البلوك او او سعب تزمع الاس لما انا قلت الاس زي الو اه اه بيساوي 20 او النمبر او النمبر في بيتس اللي هتساير فالبلوك بتساوي اه 20 طيب عظيم جدا محتاجة بقى اقسم العشرين دي بحاجتين زي ما انا متعودة هقسمها بناء على ايه ابص بقى على الكاش سايز هلاقي ان الكاش سايز بتاعي اه واحد ميجا واحد ميجا بايت اه حولها البايت هيبقى بتساوي واحد في 22 بتساوي 22 بايت عرفت الكاش سايز انتو بايتس اه ازاي اعرف النمبر اوف لاينز لو انا جيت هنا عرفت كنت عايز اعرف النمبر في الميموري اعتبر ان الميموري دي اعتبر مثال صغير او مثال تاني للكاش أسمت الميموري سايز على البلوك سايز هنا برضو هقسم الكاش سايز على اللاين سايز تمام طب انا عرفت منين اللاين سايز ب2 قصة 12 2 قصة 12 لان البلوك سايز هو هو الكاش سايز لان البلوك سايز هو هو اللاين سايز لان انا قلت لك في الDirect Mapping اللاين بيشير only one block وده معناه ان البلوك سايز بيبقى بيساوي اللاين سايز يعني هتلاقي ان انت عندك في الميموري معاك 01234 والراء والكاش برضو عندك 01234 يعني اللاين بيشيل نفس بتاع الكاش بكده هيبقى اللاين سايز بكده برضو ولو عايز عارف هيبقى الميموري سايز على اللاين سايز ممكن نسميها بلوك سايز عادي بقى 2.20 على 2.12 بيساوي 2.8 لو عايز اعرف اللاين هنساوي في كام بت هقبقى بيساوي 8 دي بقى انا حطي هنا ايه 8 لو دي الورد يبقى دا اللاين بقى دا التاج بساعات بنسميها تاج بساعات بنسمي دي الار وبنسمي دي اي حاجة بقى يعني الار مثلا زائد الت اي حاجة دا الكلام اللي كان مكتوب وراء بس انا انا متكلم بفهم بس خلاص ان دا بيربيزنت التاج هتقوله هتقول عليه تي هتقول عليه مش تفرق بيربيزنت اللاين هتقول عليه اس هتقول عليه دابلو هتقول عليه اي حاجة باروش تفرق الفكرة كلها ان انا قدرت اعرف اللاين ممكن نسايف في كام بيت من خلال النمبروفلاينز تمام لو انا عرفت كده خلاص يبقى انا اصلا كان عندي 32 عرفت ان انا معايا 12 يبقى الباقي 20 اللي 20 هقسمها الحاكتين معرفش ان هي حاكتين 10 10 10 10 1 19 معرفش بس اللي انا عرفته ان اللاين في الاخر 8 يبقى التاج بكام ب12 يبقى التقسيمة عبارة عن 12 8 12 ده بالنسبة للمثال ده المثال اللي بعده زي بالزبط هو كبراكتس بس يعني طيب وينا بيقول لي انا معايا ميمورو سايز ب16 وال البلوك سايز ب16 كيلو ده 16 جيجا ده 16 كيلو ويمديني نمبر افتاج هو بيقول لي لو سمحت هاتي الكاش سايز طيب انا امشي واحدة واحدة برضو عشان انا ايه يعني مش شرط يعني تاخد بالك ان ايه عادي يمشي واحدة واحدة مفيش مشكلة فلو انا امسكت جزء بس او معلومت ان انا الميمورو سايز ب4 جيجا احولها اللiğب STEPHAN在 les 2 QS 34 تمام؟ والفيزيك الأدرس هيبقى أصلاً 34 فهنا كده معي 34 بيت طيب ماشي أمسك البلوك سايز البلوك سايز هيبقى معي 16 وفي الآخر 2 قص 14 محولها من الكيلو للبيت ولو حاولت أجيب البلوك أو أن الورد يعني هيشيل كم الورد هتشيل كم بيت هديني 14 يبقى أنا هحط هنا إيه الورد ب14 وكل ده الاس اللي باقي يعني لو أنا عارف 34 وخط 14 يبقى الباقي ده 20 ده 20 ده 20 وده 14 طيب العشرين دي محتاجة أقسمها لحاجة وحاجة اللي هي اللاين اللاين أدرس والتاج أو الراوند اندكس طيب في معلومة تانية هو الدهالي قال لي أن النمبروف تاج ب10 أو النمبروف تاج بيتس ب10 لذوقت كم معي عشان هقسمها لعشرة وحاجة أوكي 10 و10 طيب عظيم جداً فأنا العشرة دي بتربريزينت إيه العشرة دي كبتربريزينت النمبروف لاين النمبروف لاين بيتس يعني أنا محتاجة كم بت عشان بيتس لعشان بيتس اللاين فهيديني عشرة أوكي طيب كنت باستفاد إيه من البيتس كان الأول أصلاً بيبقى معي النمبروف لاين ومنها بجيب البيتس لو معي البيتس قادر أجيب النمبروف لاين النمبروف لاين هيساوي الـ 2 قصة 10 تمام؟ وأنا أصلاً عندي جيفن اللاين سايز بيساوي الـ 2 قصة 14 لأنه اللاين سايز بيساوي إيه؟ اللاين سايز بيساوي البلوك سايز أقدر أجيب الكاش سايز اللا هو عبارة عن ضرب الاتنين في بعض ضرب اللاين سايز فيه النمبروف لاين يعني الروز في الكولمز يعني البلوك الواحد أو اللاين الواحد بيشيل كم بت بيشيل كم بيت وأنا أصلاً عندي كم رو لو جمعت كده هلاقي هعدي كل البيتس الصغيرة أو يبقى في الآخر الكاش سايز يعني بيشيل كم بيت فالروز اتنين قصة اللاين سايز باربعتاشر يبقى دا الروز ودا الكولمز الرو اللا هو حبي شيل اتنين قصة 4 وأنا عندي اتنين قصة 10 روز أوكي؟ اللي هي النمبروف لاينز هتحسب بيديك في الأخنة 16 ميجا ممكن تقف الغط هنا عادي اللي هي 24-22 عادي أو تحولها الميجا على حسب هل دا مطلوب ولا انت بتطري تحول لوحدك متعود على كده يعني بس بس الغط هنا كان الإجابة خلاص خلصت عادي يعني طيب دا مثال تاني مديني بس الميمورو سايز ومديني الكاش سايز وقال لياتلي التاج فطبعا انا مش انا هو عنده هنا حل سريع نتيجة تريسنج يعني ان انت لو عايز تجيب النمبروف تاج محتاج بس الميمورو سايز والكاش سايز مش محتاج تعرف البلوك سايز أو النمبروف لاينز والحاجات دي كلها ازاي الميمورو سايز اللي هو مسلا متين ستة وخمسين ميجا يبقى في الاخر تنين قسة تمانيا وعشرين بايت و الكاش سايز خمس معاة واتناشر كله يعني اتنين قسة سعتاشر عشان تجيب النمبروف تاجز هيبقى دي ناقص دي لان أنت اصلا يعني معاك الميمورو كلها واشي منها الكاش سايز هيديك البيتس اللي انت عايز تقديم مع شايد تاج اللي هي بالتربيدين تلراوند طبعا فهيبقى لوج اتنين للتنين قص التمنطقة اللي هو الميمورو سايز على الكاش سايز لو أسمنا ده يعني كنا نطرح نفس الأسات فهي نطرح القصص يبقى 2 قص 28 قص 19 هديني الاتنين قص 9 اللي هي 9 ايه التسعة دي؟ فانا عايزة أجيب او ان انا قدر بزينة الراوند في كامبت طيب دي كده الأمثلة اللي عمعاي معا كده عندي consider a machine with byte addressable memory of 2.32 divided into blocks of size 32 byte assume a direct ممومي يعني انا احاول قارى الكلام ده عارف من الاخر byte addressable memory of كده يعني memory size 2.32 memory size 2.32 byte وبسرعة قدر اجيب النمر physical address bits اللي هي 32 بعد كده divide into blocks of size 32 byte يعني block size بساوي 32 byte قدر بالمعلومة ده اجيب block offset او الورد يعني المفروض ان انا عندي كده اا اا اتنين وثلاثين كمام؟ ومتقسم اللوي و estàج الورد بخمسة اوكي؟ لان انا عندي 32 فيبقى 2.5 طيب عايزي عارف الجزئين التانيين ااااااااااااااااااااااااام اوا من ديني بعد كده قال لك Lithuoma cash having 512 cash lines يعني النمر of lines كان ب512 يعني في الآخر هتبقى مثلا 2.9 يبقى النمر بسي اللي نستخدمه عشان represent line index بيساوي 9 فانا هكتب 9 هنا فلو انا معايا 32 عشان منهم 14 هيبقى في الآخر ده 18 يعني مثلا ممكن اسميها كده ان انا معايا خمسة 32 معايا خمسة ودول 27 دي 27 27 هترح منها التسعة هتبقى للـ 18 ده مثال يعني بسيط يعني مديني الممورساج بلوكساج ونمروف لينز وكان عايز التاج او عايز تقسيمة البيتس يعني تقسيمة الفيزيك الادرس بيتس نوع تانا من الاسئلة ممكن يجي يقول لي طيب انا عندي كاش فيه 4 lines وكل line فيه 4 bytes ممكن تقول لي الميموري ادرس اللي هو 59 ممكن يتحط فين طبعا احنا هندور على اجابة بس انا خلينا ارجع للفجر اللي كان معانا ده اللي هو لو انا معايا حاجة زي كده ومعايا الـ index رقم 59 59 ده لو انت بسطله هتلاقيه موجود في الراوند التانية موجود في الراوند الاخيرة سوري تمام؟ 0 1 2 3 فكرة هو موجودة أوراند مش مشكلة دلوقت هو السؤال بس عايز يعرف 59 هتحط في أنا لين المفروض لو أنا ببدأ من يعني من فوق 0 1 2 3 هجي هنا برضو هبدأ من 0 1 1 2 3 المفروض 59 هيتسايف في اللين أدرس رقم 2 أوكي لو أنا بس عارفة المعلومة بتاعة لو أنا عايز أعرف بس اللين إنديكس طيب نرجع بقى للمثال بتاعنا مش عارفة هو كان معيش فانه سلايد طيب أنا هنا معايا معايا معلومات أن أنا معايا كاش والكاش ده بيشيل أربعة لين تمام وكل لين بيشيل أربعة بيتس أوكي طيب أو أربعة بيتس يعني أو أربعة وردس طيب أنا معايا 0 1 2 3 2 3 ما ينفعش أقول الإجابة بأربعة أو عشر أو عشرين ما ينفعش رقم يطلع لين نمبر أكبر من ثلاثة يعني كده فأنا عايزة أعرف تسعة وخمسين لحط فين أنا أنا متأكد أن تسعة وخمسين لحط هنا بناء على الحاجة اللي أنا شفتها من شوية يعني طيب مهما كان الميمبرو سايز يعني طيب فأنا دلوقتي مبدئيا أبدأ أحسب الكاش سايز بيساوي بيساوي النمبر فيه اللاين سايز اللي هو هيبقى أربعة فأربعة بستة عرفت أنا أنه هو ستة عايزة أعرف أصلا التسعة وخمسين دي موجودة في أنهي بلوك من الميموري الأصلية اللي كانت في الأول خلينا نرجع كده تسعة وخمسين في تسعة وخمسين موجودة عند اللايك البلوك إنديكس رقم أربعة بلوك إنديكس رقم أربعة أفأنا عايز أعرف المعلومة دي فأول حاجة أعملها أن ána عشان الجيل بلوك إنديكس أآ هأسم البايت اللي معايا اللي هي تسعة وخمسين على اللاين سايز أو يعتبر على الكاش سايز إآ الال alguém بلوك سايز تمام هأيديني تسعة وخمسين على الأربعة هديني أربعة 10 أكي كلمة 14 دي اللي هي البروك إنديكس إحنا دلوقتي أنا عرفت بلوك إنديكس هالي بلوك إنديكس ده هو ال és ما ينفعش لانا قلت ايه عايزة 01234 بس فده بيربزنت بلوك اندكس بس ما عرفش في الاخر البعد ما قسم كزا راوند الاربعتاشر ده افقان هي لاين بالزبط فالله يحس انت عشان تجيب اللاين اللاين اندكس هتعمل البلوك سايز مود اللاين سايز انت شوف انت البلوك اندكس اللي جالك هو كام اللي هو اربعتاشر اعمل له مود للاربعة الاربعة ده اللي هي اللاين سايز او سايز بشي الكام كام بايت يعني اربعتاشر مودة الاربعة يطلع اتنين فده فعلا ان انا شوف تسعة وخمسين هتحط في اتنين المثال اللي ورا ده زيه بالزبط انا معايا سيل ميموري ادرس او وورد ادرس اسمه 1200 يعني ميموري اوورد اندكس يعني اسمها 1200 والميموري بتاعتي لها لها شكل مختلف فانا معايا ميموري اا فيها 64 lines zero one two لغاية 64 فانا عندي zero ليه تلاتة وستين ما ينفعش الاقي اندكس اكبر من 63 اوكي كده دي number of lines يعني zero one two دي بس المعلومة ال line size بتشيلها 16 بيت فانا معايا كده zero one ولو عملت نقط كده معايا نقط نقط هنا كده اعمل نقط برضو هنا كده اقلت لما لاقي ايه احطي 16 اللي هو zero فانا ابدأ من تحت zero one لغاية ال 15 كمام ففي الاخر الكاش سايز بي كان بيساوي number of rows في number of columns اللي هو number of lines في line size هيساوي مش عارف ايه ساوي 1400 اوكي طيب عايز يجيب block index زي ما جبت قبل كده هيساوي البيت اللي هي معايا او الاندكس اللي معايا اللي هو كان 59 هيبقى بالنسبة لي هنا 1200 1200 على ال line size هيديني 75 75 ده اللي هو block index جوه الميموري مش line index جوه الكاش فانا عايزة ادور على طريقة جيب بيها line index هتساوي block index اللي انت جبت اللي هو 75 مود 16 هيديك 11 اوكي ده بالنسبة للسؤال ده يعني طيب ده برضو نوع تاني من الاسئلة يعني مش ده مثال تاني بس هو يعتبر نفس المثال بتاع ان انا ازاي يقسم الادرس اا مديني لو بسيطة على المسال ده هلاقي ان خليني ممكن نعملها واحدة واحدة وهنا مديني ده ممكن مسلا يبقى 64 ده اتنين قصة ستة اا اتنين قصة ستة في اتنين قصة عشرة ليه بتساوي اتنين قصة 16 ايه اتنين قصة 16 ايه 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 ده الكاش الكاش سايز طيب البلوك سايز باربعة لو عرفت البلوك سايز تعرفت تجيب البلوك افست اللي هو اتنين قصة اتنين فانت عرفت في الاخر ان الورد بتاعتك بتشيل اتنين بيت تمام يعني الكله كام ما عرفش بس خلينا واحدة واحدة ان الورد بتشيل اتنين لان انا عرفت بانيه من خلال المعلومة دي طيب الكاش ما عرفش ايه الفرق من دي ودي بس يقولك الكاش is organized as 16 كيلو بيت 16 دي اللي هي اتنين قصة 4 والكيلو اللي هي اتنين قصة 10 يبقى اتنين قصة 14 lines يعني هو هنا دي المعلومة دي ان انا عندي كام line عندي كام line لو عرفت انا عندي كام line يبقى كده line افس بتاعي 14 فانا معاي ايه 14 انا كده عارف يعني مش اقولي اللي فاضل هيبقى كذا لنص معرفش التوتل كام لسه ما جبتش معلومة التوتل كام اصلا فمش عارف اجيب التوتل لما يبقى معاي الميمبرو سايز الميمبرو سايز اقول 16 ميجا بايت لو مشيت ورا الرقم ده هيدي 16 2 24 24 24 24 معاي اصلا التوتل 24 فالتاج هيبقى 8 بيت دي حل المسألة دي طيب اعتقد اننا لو معاي هو جاب من المعلومة دي او الكاش يعني لانه هو اسم ده على ده 64 16 64 16 ده الكاش سايز على ال بلوك سايز هدي ال نمبر اوف لاينز يعني الاول بجيب الكاش سايز عبارة عن ضرب ايه ال بلوك سايز في ال نمبر اوف لاينز لو عايز نمبر اوف لاينز ستبقى اسم الكاش سايز على بلوك سايز تمام ده بالنسبة لالامثال اللي موجودة في المحاضرة دي اي ان شاء الله اتقبل فيه محاضرة جاي